انظروا دماء الحود شكل مشكلته الشهر ده ماده فقط فقط فلوس احنا عايزين فلوس ايوه انتحايا انتحايا انظروا بقى جميلة الحود حاجة عمنا زي دلوقتي بنسب راكحتان اللي كانوا الفترة السابقة بيمروا بين شاكل مشاكل نفسية او مشاكل صحية تعبانين زاعدانين في حالة خمول مفيش حركة الحود بيصحصح ومفوق وفعلا نحس بطاقة دي فيه صحوة كده حسوا تحسوني نشيطة كده مفوق ومصحصح عايز ينجز حاجات كمان سيما قلنا لو كان تعبان او بيعني من حاجة فانشيف ان شاء الله انه هو بيتعافى تماما الكاركة ده كمان معناه حاجة انه لو كان في حاجة في ذكريات الحود في حاجات كانت بتقلمه بتدلق وبتزعله فهو زي ما تقولوا خلاص اخد الصفحة دي وما بقاش يفكر فيها ولا بقت بتقلمه خلاص يعني حاجة كانت مزعله قبل كده بتوجعه بكل ما يفتكرها يزعل لا خلاص ما بقاش بيزعله تماما طيب ايه اللي نفسه فيه الحود؟ فلوس بس عايز فلوس كأنه الفترة دي مركز جدا ماديا ازاي انه هو يحسن او يخلي الحالة المادية بتاعته على الاقل ايه اللي نقول مستقرة مش بنتقلم بصراء يعني بس على اقل مستقرة والدنيا ماشية تماما دي الحاجة اللي بيتمناها الحوت ونبش فيها ايه الحاجات اللي ممكن تساعدك يا برج الحوت؟ الهدف الهدف ومش بس الهدف بصه وعمل ازاي ده بيسابق الريح اتحرك عايز تعمل فلوس او عايز تحسن او تخلي حالتك المادية مستقرة اجري اسعى جامد ما توقفش استغل الطاقة الفوء اللي جاتلك دي اللي هو ايه ده؟ انا بعمل ايه؟ انا ما بعنلش ليه؟ فيبتدي يعمل فيبتدي يحط هدف فيسعاله بسرعة جدا مش بس بسرعة جدا مش لما ده كارت ده هو الطريق مش ممهد على فكرة هو بيعافر مش سهل يعني الطريق مستهل فا استعد انه لما تجيلك عكوسات او عقبات مش لا خلاص مش لقاعد لا هتحدى الكارت ده فيه تحدي انك انت هتتحدى الظروف او الحاجات اللي ممكن تقف فوشك تمام؟ طيب ايه الحاجات اللي بتعوق الحوت؟ برضو المادة دي الحاجات اللي موقفات كأنه عايز يعمل حاجات كتير بس المادة واقف معايا حاس انه هو مادة مش مسك نفسه انه الحلال مادة مش احسن حاجة كأنه عايز يعمل مشروع يمكن عايز يعمل حاجة او يعمل استثمار في حاجة معينة والفلوس مؤثرة معايا دي التحديات اللي عبد بورج الحوت الحوت كمان يعني خلينا برضو نقول النصيحة بتاعت الكارتة هو كمان حاسس انه هو عايز زق عايز يعني يسأل ربنا يدي له دفع او يلهمه حاجة يعني كأنه التحديات كمان اللي عنده انه نفسه في حاجة كده تمان تجيله من غير مامز المجهود هدايا من ربنا طيب مش بعيد ممش حاجة بعيدة على ربنا اول حاجة محتاج تدعي كتير جدا وتاني حاجة محتاج تسعى بس واسيب الموضوع بقى خلاص ترمى داعيت وطلبت من ربنا وساعيت يعني المسألة مسألة وقت مش اكتر من كده تمام ايه النتائج المتوقعة تحصل عند بورج الحوت بصوا الكارت ده هو في معناه العادي خناءة بس دي مش خناءة انا شايفاها منافسة شديدة عند بورج الحوت لو انت كنت برا المنافسة الفترة الفاتت ساعيك واجتهادك لجامد ده والتحدي اللي انت فيه هيوصلك لمرحلة منافسة الناس بينافسوك شوفوا بيعمل ايه بصوا وصل ازاي بصوا عيني ازاي مثلا حاجة زي كده في حالة منافسة ممكن يبقى شوية قحقاض بس خلينا عارفين ان اللي بيحصل معا كده ده شكل من اشكال النجاح على فكرة انت خلاص بتسمع والناس ابتدت تغير منا وتبتدت تغير من نجاح وكمان المتوقع فرصة مهمة جدا بتيجي بوجه الحوت يا رب فرصة بالحوت بيحط فيها كل امكانياته وامكانياته كتير اوي اوي ما شاء الله بصوا دول معا الاربع عناصر بتاعه التروه الكوباية العصب الدرهم والسيف كيف الزكاء المشاعر القوة وكمان المادة فهتجي لك فرصة باذن الله لو مشيت بالرتم ده كده انك نسعى لنفسنا لفوق انا فين انا بعمل ايه او انا ما بعملش ده ليه تمام نبتدي نسعى ونكتهد جميل جدا جدا هتوصل لفرصة اللي انت عايزة اللي اتحقق بيها ان شاء الله نفسك وتوصل فيها نتيجة كويسة جدا جدا طبعا الحالة المادية اه يعني خلينا نقول لحنا ممكن اتوقعها من اله عند الحوت بس خلينا نشوف ممكن دي تكون الحالة تكون كويسة بس الحوت نفسه مثلا في حاله احسن طبعا نشوف الحوت مادية اخباره ايه وصحيا اخباره ايه مادية مش مستقر او خلينا نقول اللي جاي رايح يعني يبيه هو عارف رايح فيه نقطع خطة للصرف يا برج الحوت نقطع خطة كويسة محكمة كده للصرف عشان الامور متفردش من انا صحيا كويس وعندي شايفة كمان انه الصحة النفسية عنده حلوة تمام اه وفيها نوع شكل من اشكال البدايات الجديدة فلا فعلا فيه معافية عند الحوت وفيه صحوة حلوة جدا جدا ما شاء الله القرية كويسة استعد لفترة لو انت اكتهدت يا برج الحوت لفيها منافسة كويسة جدا جدا متحديات القراءة العطفية لبرج الحوت خبارة كلها المرة خبارت البعrites خبار состоتORE شكل من خلفان برج الحدة خبار قبل الحafe خبار protecting everybody وانت طيب حال الحوت عامل ازاي دلوقتي اعطفين مش مش في العموم اعطفين حزين على العموم حزين نجمال وحيد في هنا طاقة يعني مش كوية خاص الحوت كأنه الاغلب شايفة ان هو ممكن يكون حاسس بوحدة او حاسس ان هو خزل بشكل ما حاسس ان هو اتخزل تمام فزي ما قلنا انتو اللي هتختار وانتو اللي عارفين حالتكو عاملة ازاي اما حيالة خيبة امل انا يعني اديت في العلاقة دي كتير وفي الاخر ما خدتش حاجة عنده حيالة واحدة شريك ومسلا مشغول عنه فحاسس بوحدة حاسس ان هو محيد بس طيب شريك الحوت حالته عاملة ازاي والله هو يعني ما يفراش عنك كتير لا بس انت اكيد حالتك اسوأ يعني لو كان الموضوع في حنشور دلوقتي حلبان حلبان معنا القراعه اكتر اه شريكك برضو شايف ان هو بازل مجهود كتير وده كتير اوي في العلاقة بس ما وصلش للنتيجة اللي هو عايزها انت بالنسبة لك بالنسبة للحوت انا وصلت حالة خاطص انا الواحدة تماما تماما شريكك احسن منك شوية انا بازلت مجهود جامد اوي بس ما وصلتش للنتيجة اللي انا عايزها او اللي انا كنت متوقع فاحنا متفقين عن نقطة دي الشريك الحوت والحوت متفقين عن نقطة دي احنا بنبدي كتير اوي في العلاقة دي بس ما بنوصلش الحاجة ماشي الحوت عايز ايه الحوت عايز حب عايز مشاعر لو العلاقة دي لسه ما وصلتش لمرحلة الارتباط الرسمي او الاستقرار يعني فعايز انو شريكو يقدم له حب لو هي بنت ان هو يتقدم مسلا بشكل رسمي لو هو ولد ان البنت برضو تتديله شوية مشاعر توري له انا عايزاك مسلا فهو هنا الحوت عايز مشاعر وانتو عارفين الحوت عبارة عن سفنج بيترغز على المشاعر اوكي شريك الحوت عايز ايه؟ هو عايز يعمل عملية اصلاح في العلاقة او هو شايف ان العلاقة فيها شوية عيوب هو بيفكر شكله بشكل عملي شوية فيه حاجات لازم تتزوجت فيه حاجات لازم نبتدي نطورها شوية او ان احنا نصلحها تماما فهو عنده نية الاصلاح الموضوع مش مخلص الموضوع مش خالصان لسه ما يعني ما وصلتوش فيه نتايج تماما تماما الحوت شايف شريكو ازاي شايف انو هو مش بيقيم الموقف صح شايف انو هو بيخاف او زياد عن اللزوم او انو هو ما بيخدش خطوه ما بيخدش خطوه ده واحد بصه متربط واقف مكانه وبتحرمش فالحوت شايف شريكو انو هو شكل من اشكال السلبية وشكل من اشكال الفزع غير مبرر انا خايف انا خايف انا خايف يا ابني خايف من ايه فنبتدي نوع نتاتلم مع بعض الشريك الحوت شايفو ازاي شايف حد قريب جدا من قلبه حد يعني عزيز عليه جدا ويكاد يكون كأنه متربى معاه من كتر ملحيمة بينهم ما وداه او شايفا منه كل حب. ده شخص شايف من حد حب دايما بيدي له حب بيدي له مشاعر. فصورة كويسة جدا. فخيني اقول لك يا مرج الحوت. يعني شكل العطاء العطيفي بتاعك وصل للشريكة كويسة اوي. هو واحد جرعة كويسة جدا. خلاص يعني حول ما تزويتش عن كده. لان شريكك بيفكر بشكل عملي اكتر منك. تمام? هو بيتكلم في خطوات وان تو ثري عايزين نصلح كذا كذا كذا. وانت اه واخد الموضوع بشكل درامي شوية. انه لا ده ما بتينيش حجة خالص. خلينا حقانين الحوت بي افور حاجات كتيرة جدا. والحاجة بتبقى مثلا 2% هو بيشوفها 70% بي افور اوي. فهي ادي صورة واقعية للموضوع. وتصرف على اساسها. تمام? ما اختلفناش انه فيه مشكلة. لكن. مش 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 بالسوق ده. هي مش بالسوق ده. تمام? الطاقة ما بين الحوت وشريكه عاملة ازاي? انا شايف ان هي فيها حالة اه حصاد. ده الكار ده بيوحي بالحصاد. انه. اللي انتو شايفين ان انتو محصدتهوش من العلاقة. او التوقعات اللي انتو كنت بتوقعنها من العلاقة. وشايفين ان هي جد اقل. تمام? او مجدش خالص. فلا هي جد. او هي جاية في الطريق. في حصاد. لأ. هتتأكد زوج الحوت. انتو شريكك. انو لأ. الوقت اللي انا بزلته وديته للعلاقة دي. ما رحش عالارض. لا. ما رحش عالارض خالص. تمام? نستهدى بالله. ونستنى. الحصاد جاي. مفيش مشكلة. اه. كل الحكاية انه ممكن يكون في. اه. يعني. ممكن. ده كارت ده بيوحي. انه عايز النتائج دلوقتي. عايز الحصاد دلوقتي حالة. لا. هتحسه. بس في وقته. يعني. انو. مسلا تحتاج لشريكك في حالة. الحاجة. هتلاقيه وقاب جنبك. ومسان ده كويس جدا. ونفس الحكاية لشريك الحوت. اه. بس. نصيحة. انا عدد حالك. يقولك الحوت. نخف مشاعر. وحوت بشوية. تمام? ايه. الحاجة. اللي ينور بيها. لالحوت. وشريكه. الشهر ده. خبر حلم. بيسمعوا. الحوت. وشريكه. خبر. كانوا مستنيين. لعن لو عسى. يكون ده الحصاد. اللي انا بنتكلم عليه. الحاجة اللي مستنيها. الحوت من شريكه. هيحسها. والحاجة اللي مستنيها. شريك الحوت. من الحوت هيحسها. وحيشوفها. واعتقد ان الحاجة اللي هو مستنيها منك شريكك يا برج الحوت. هي التغيير في نقطة معينة. فيه حاجة الشريك كان بيلح عليك ان انت تبتدي تعدلها او تصلحها في نفسك. وانت تبتدي بالفعل تقوم بالفعل. شكرا.